بعد موقعة كينشاسا وسقوط المرابطون في أول خطوة من تصفيات كأس العالم القادم أمام الكونغو الديمقراطية انتظر الجميع الجولة الثانية لتعويض خيبة الانطلاقة في مواجهة جنوب السودان لكن الجولة الثانية التي استضاف فيها منتخب جنوب السودان منتخب المرابطون على ملعب عبداللهيوات بالعاصمة السنغالية داكار لم تكن سهلة على عناصر المدرب أمير عبدو وذلك رغم التغييرات التي دخل بها اللقاء خاصة في مهور الدفاع ذنائي هجوم المرابطون سليمان وحمية طنجي تفننا في إهدار الفرص في الشوط الأول الذي انتهى سلبيا بعد غياب التركيز لدى رفقاء محسن بدا في الشوط الثاني دفع أمير عبدو بدماء جديدة كخديم جا وبنا عمر في خط الهجوم ومع ذلك ظل الهجوم الموريتاني عاجزا عن هز الشباك حارس جنوب السودان الذي وجد الفراغات في الشوط الثاني معتمدا على الهجمات المرتدة والتي شكلت خطرا كبيرا على مرمى بوبا كارنياس عجز المرابطون تواصل مع ضايع الفرص المتتالية في الشوط الثاني كما هو الحال في الشوط الأول من المباراة لينتهي اللقاء بنتيجة سلبية لموريتانيا وبنقطة يتيمة بعد جولتين من التصفيات المونديالية بعد تعادل شبيه بالخسارة ضيع فيه المدرب أمير عبدو ثلاثة نقاط كانت في المتناول وفق المراقبين للشأن الرياضي مجموعة موريتانيا تتصدرها السودان بأربع نقاط مناصفة مع السنغال وتأتي الكونغو الثالثا والتوغو رابعا أمام موريتانيا فخامسا بنقطة يتيمة وبعلامات استفهام كثيرة حول فراصها في الذهاب بعيدا في تصفيات كاس العالم بعد نجاحها في التأهل للبطولة الإفريقية للمرة الثالثة تواليا ترجمة نانسي قنقر